يتدفقون إلى الأسواق لاقتناء ما يرونها من لوازم العيد من ملبس ومأكل وأشياء أخرى تقتضيها خصوصية غاديك المناسبة وما تضفي عليهم هذه الأشياء من الفرح والبهجة يقول نايف رب الأسرة المكونة من سبعة أفراد رغم ظروف المعيشة الصعبة وجفاف اليد إلا أنه مضطر لشراء احتياجات أطفاله وأسرته وتوفير ما يمكن أن يسعدكم في هذا العيد طبعا أنا أب لسبعة أبناء وأسعى لإسعاد أولادي في هذا العيد رغم ارتفاع الأسعار في هذا العيد أسعار باهظة إلا أننا نسعى لسعادتهم في هذا العيد إنها محاولة لاستجداء الفرح في زمن الحرب تقتض الأسواق والمحلات التجارية في محافظة الجوف بالمتسوقين والبعاء استقبالا لعيد الأضحى المبارك الذي يحل غادة العام وإجزاء واسعة من هذه المحافظة تعيش حالة استقرار أمنيا غير مسؤولا ترافقه حركة التجارية النشطة المحافظة تشهد استقرار أمني رغم الأسعار ورغم انهيار عملة مقابل العملة الأجنبية وكما هو المعتاد عند قدوم العيد من كل عام يتقد التجار من هذه المناسبة المجتمعية موسما للربح ومضاعفة الأسعار حيث يشكو المواطنون هنا من الارتفاع المخيف في أسعار الملابس والسلع المختلفة علاوة على المعيشة الصعبة التي يعيشون يومياتك الأكثر بؤسا في ظل حرب الميليشيات القائمة الارتفاع في الأسعار العيد هذا ولا مرتبات ماشي مع الأفراد ولا مع الموظفين أي مرتبات والمعيشة أي متعبين الناس إنه العيد تقول ملامح الأشياء والأماكن ولأي لحظاته المباركة والهانئة تدفق هؤلاء المتسوقون لشراء حاجياتهم وما تتطلبه المناسبة من مقتنيات في سورة تؤكد عظمة الإنسان اليمني وإصراره الكبير على التقاط لحظة فرح ومقاومته لظروف الحياة القاسية ومنعطفاته الشائكة علي الجرادي قناة بلقيس الجروف